الفاضلة دينا وألحت في هذا السؤال أكتر من مرة وبتقول أن زوجها داخل مشروع في محله وهو شريك مع واحد وهو بتقول أنه داخل بمبلغ حوالي 16 ألف جنيه وكمان 20 ألف جنيه سلفهم من الوالد ولسه المحل بتقول ما دخلش أي دخل يغطي على الاحتياجات والمصاريف يعني بتقول هو بس يدوبك اللي بيجي بيصرفه منه على المحل بيجيب منه بضاعة وبعدين بتقول هل بتقول ده غير إيجار المحل وبعدين بتقول هل البضاعة اللي موجودة دي بتكون يعني بنطلع عليها زكاة ولا إيه طبعا هذه البضاعة أثمان أثمان زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يعني ورد وثبت عن طريق السادة الفقهاء وأنه هم استقرأوا جميع الأقوال والأدلة الوردة في ذلك الأمر واتفقوا على أنه على عروض التجارة لابد من إخراج الزكاة أو زي ما روى سامرة ابن جندب وبيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا بأن نخرج الزكاة مما نعده للبيع الشيء اللي أنا بقول أنا بجهزه ده للبيع والشيء اللي أنا ده المفروض أنه ده حيكون تجارة إحنا حنقوم أو صاحبها إن شاء الله بيتاجر بيها المفروض أنه عليها الزكاة طالما استوفت شروط إخراج الزكاة يعني قيمة البضاعة دي تجاوزت النصاب وأنه برضو زي ما حضرتكم عارفين باقي الشروط وأنه بيحول عليها الحول وهكذا بأنها إذا استوفت الشروط بيخرج عليها الزكاة لأنها دي أثمان أيضا ولكن إذا فيه ديون وده السؤال اللي حضرتك بتسألي عنه إن أنا دلوقتي بشوف إيه القيمة اللي عندي خلال عام الزكاة اللي أنا حخرج فيه الزكاة خلال عام الزكاة ديون السنة الوحدة بس مش بخصم بقى ديون كل السنوات لا ديون عن السنة الوحدة لحرية الكاتبة فيه مبلغ هو داخل بيه وفيه مبلغ مقترضه فبيضم اللي اثنين الستاشر ألف مع العشرين ألف بضم اللي اثنين إلى بعض كده هو بلغ النصاب يعني بأثمان اللي اثنين دول أنتوا شاريين بضاعة لكن حضرتك بتقولي إنه إن إحنا بنسدد يعني ديون وبنسدد أنصبة الديون دي ولكن ده التمن الحقيقي للبضاعة فبنقول لحضرتك إنه أنا دلوقتي وصلت إلى النصاب البضائع اللي عندي تمنى مش بس في سؤال حضرتك لأي تاج البضائع اللي عندي بلغت النصاب قيمتها ووصلت إلى النصاب واستوفت الشروط بقى من حولان الحول وكده شارت بردو التالت إن أنا بخصم الديون أفريدي خصمت الديون والمتبقي لم يصل إلى النصاب بعد تخصيم الديون يبقى لا زكاة عليه المال اللي عندي تمن البضاعة اللي هو حتى الأثمان اللي هي نفسها البضائع اللي موجودة عندي اللي أنا ببيع منها خلال السنة دي أنا دلوقتي هذه البضاعة تمنها بالغ النصاب واستوفت باقي الشروط ولكن بعدما خصمت الديون والحاجات اللي عليها هذه البضاعة لم ترقى إلى النصاب يبقى لا زكاة فيها لكن إذا كانت هي بالغة للنصاب يبقى بطلع 2.5% يا أختي الفاضلة وبنعتذر لحضرتك على التأخير لحضرتك في الحياة